بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي متابعي للقناة كما وعدتكم كنت في الفيديو السابق تحدثت على المنصة الرقمية الشروط ومثائق المطلوبة وعدتكم باللي راح نعمل فيديو عن شرح تفصيلي لطريقة التسجيل في المنصة الرقمية والمشاكل التي تواجه الأشخاص عندها عملية التسجيل بدون إطالة الموقع ستجدونها في التعليق المثبت الأول كما تلاحظون هذا هو الموقع توظيف وسنحتاج إلى موقع ضغط الملفات كما تلاحظون هذا هو الموقع ضغط الملفات بعد ذلك نقوم الذهاب إلى التسجيل في المنصة نقوم بالضغط عليها هنا هل شغلت منصب متعاقد بعنوان السنة الدراسية 2023-2024 في هذه الحالة إذا كنت اشتغلت العملية في السنة الماضية في منصب متعاقد تقوم بالضغط نعم أما إذا لم تكن اشتغلت من قبل تقوم بالضغط على لا يعني كي الناس شجلت العملية فات بسحة ما اشتغلتش يعني ما ساعدهاش للحظ باش تكون في منصب متعاقد يعني تضغط على لا نقوم بالضغط على لا نتغير هنا لدينا خمسة مراحل المرحلة الأولى هي الشروط ثلاث شروط بعد ذلك الترشح بعد ذلك المرحلة الثالثة الحالة المدنية والعائلية مرحلة الرابعة الشهادة ومرحلة الخامسة الحساب هنا نقوم بضغط على علامة صح على هذه الشروط ويمكنكم قراءة هذه الشروط فيما بعد أصرح بشرافي أنني لا أشغل أي وظيفة أو منصب الشغل ولا أمارس أي نشاط مربح ووفق على أنه في حالة اكتشاف أي معلومات غير صحية ودقيقة في البيانات أن الوثائر مقدمة يحق الجهة المختصة إلغاء التسجيل بعد ذلك نقوم بالضغط على التالي هنا نقوم باختيار مديرية التربية التي تريد العمل تحتها سأختار أتيني مثال بعد ذلك هنا الطورة التي تريد الاشتغال فيه هنا مدرسة ابتدائية متوسط أو ثاناوي سأختار ابتدائي هنا المادة لدينا عربية المنزيغية فرنسية انجليزية بدنية عند اختيار الطور متوسط ستجد كما تلاحظون ستجد كل المواد الأخرى مثلا التاريخ الجغرافيا العلم الفيزيائي علم طبيعي موسيقى الرسم هنا سأقوم باختيار الدرسة ابتدائية وهنا على سبيل المثال نحظة سأقوم باختيار اللغة الفرنسية أو اللغة العربية مثلا هنا نضغط على التالي في هذه المرحلة سنقوم بملء هذه البيانات والحقول أولا لدينا رقم تعريف الوطني رقم تعريف الوطني يعني كامل تعرفه هو رقم تكو من ثمانية عشرة رقما تجدونه في البطاقة البيومترية سأريكم أين تجدونه رقم تعريف الوطني لحظة مثلا ها هو في هذه الصورة رقم تعريف الوطني محدد بهذه الضائرة الخضراء هذا هو رقم تعريف الوطني هذا هو رقم تعريف الوطني مكون من ثمانية عشرة حرفا في حالة إذا أخطأت في حال رقم أو أنقص رقم أو زيت رقم لا لا يتم قبول الرقم هنا نقوم بإدخال لقب والاسم باللغا العربية هنا هنا اللقب والاسم باللغا اللاتينية فرنسية هنا اسم الأب بالعربية اسم الأم بالعربية ولقب الأم باللغا العربية بعد ذلك نختار الجنس مثلا ذكر بعد ذلك هنا تاريخ الميلاد وهنا مفترض حكم هنا رأيت الكثير من الأسئلة في الفيديو الماضي عن هذا مفترض الحكم في أغلب الأحيان ستكون نقوم باختيار مفترض الحكم عند الضغط على نعم هنا نعم خاصة بأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ ميلاد كامل مثلا لديهم سنة الميلاد فقط تستجدون ميلادهم يتكون من السنة فقط يعني ما عندوش نهار والشهر لتاريخ الميلاد هنا نختار لا هنا ولاية الإزدياد هنا بعد ذلك نختار بلدية الإزدياد هنا رقم شهرة الميلاد يعني رقم شهرة الميلاد تجدونه في الأعلى وعلى اليامين نحظة شهرة الميلاد هنا هنا نوع عقد الميلاد نختاره عادي بعد ذلك الحالة العائلية إذا كنت متزوج تختار متزوج أعزب مطلق أرمن نختار مثلا أعزب في حالة متزوج تختار عدد الأولاد هنا اختار الجنسية جزائرية هنا بلدية الإقامة هنا العنوان الرئيسي العنوان الكامل لك ورقم الهاتف يعني نأكد على رقم الهاتف العنوان الرئيسي لأنه سيؤثرون على اختيارك للمستسلة التي ستستغلوا فيها هنا بطاقة الإقامة كما تلاحظون يجب أن يكون الملف واضحا مقرؤا بصيغة البيدياف وأن لا يتعدى حجمه واحد ميجابايت هناك العديد من التعليقات لحظتها أنه لم يتم قبول ملف البيدياف لهم في الموقع هنا نقوم باختيار الملف اختيار الملف ونضغط على الملف البيدياف الخاص بشهرة الإقامة التي قمت بمسحها ضوئيا نقوم باختيار الملف الآن سأشرح لكم حل المشكلة حجم الملف لحل مشكلة حجم الملف نقوم بالذهب إلى موقع ايلوف بيدياف وانكوم بعد ذلك بالضغط على ايقون الضغط بيدياف سأترك لكم رابط هذا الموقع في التعليقات ننتظر هنا نريد ضغط هذا الملف هذا الملف كما تلاحظون سنلاحظ حجمه كم هنا ثلاث حجمه سبعة وستين كيلو أوكتي انتم ستجدون اكثر من واحد ميجا هنا نقوم باختيار حديد ملف بعد ذلك نختار الملف وهنا نضغط على اقصى ضغط الضغط متوسط اقل ضغط نتركه الضغط متوسط ونضغط على ايقونة الضغط هنا بعد ذلك نضغط على تحميل تحميل الملف بدء تحميل الملف هنا فتح المجلد لنلاحظ كنصبح حجمه سبعة وستين كيلو أوكتي بعد ذلك نقوم ب ادخال الوضعية تجاه الخدمة الوطنية اذا كنت مؤدي الخدمة او معفا او مؤجد يعني كما نقول احنا سورسي هنا لاحظت كثير من التعليقات ما عرفوش مرجع الوثيقة هنا مثلا نختار معفا هنا رقم وثيقة مرجع وثيقة الاعفا كما تلاحظون هذه هي بطاقة الاعفا من الخدمة الوطنية هذا هو الرقم يعني تقلب الوثيقة على ظهر الوثيقة رح تلقى رقم الوثيقة الخاصة بك بعد ذلك تاريخ اصدار الوثيقة تاريخ اصدار الوثيقة ستجدونه من داخل الوثيقة سنلاحظون واختيار وثيقة وثيقة التي قمت ب عمل مسح لها ضوئي وهي وثيقة اثبات وضعية الزائر خدمة الوطنية بعد ملء هذه المعلومات نقوم في مرحلة الترشح نضغط على التالي هنا نسيت رقم شهادة الميلة ساقوم باضافته بعد ذلك نضغط على التالي هنا في مرحلة الحالة المدنية هنا تختار تسمية الشهادة الخاصة بك هنا اكيد شهادة الليسانس او شهادة مدرسة العليا بعد ذلك هنا نختار الميدان ستظهر لنا هنا الميدان هنا بعد ذلك نختار الفرع الخاص بشهادة الليسانس وبعد ذلك التخصص هنا رقم الشهادة وتاريخ الشهادة والجهة المانحة هنا رقم الشهادة رقم الشهادة تجدونها هنا هذه شهادة ناجح مؤقتة تجدون هنا رقم الشهادة وهذا مهم وهنا تاريخ الشهادة في هذه المرحلة هاو كما تلاحظون محظر جلسة المداولة تقوم باضافة هذا التاريخ هذا التاريخ مهم لانه سيقوم سيتم على اساسه اختيار اختياركم في ما اذا كنتم مؤهرين لمنصب متعاقد يعني الاقدامية يعني حينما كان تاريخ الشهر التعقديم عندك فرصة اكبر اللي يقبلك في منصب متعاقد وبعد ذلك الجهة المانحة هنا تقوم ب وضع الجهة الجامعة التي تحصلت عليها من هذه الشهادة بعد ذلك تقوم باختيار الملف واختيار الشهادة هنا واضغط على تحميل كما تلاحظون هنا نختار شهرة الليسانس بعد ذلك مثلا علوم طبيعية بعد ذلك نختار الفرع والتخصص ورقم الشهادة بعد مرحلة الشهادة نمر الحالة المدنية نمر الى مرحلة الشهادة هنا نقو باختيار اسم مستخدم وكلمة مرور وتأكيد كلمة المرور والبريد الالكتروني هذه المعلومات مهمة يرجى حفظ اسم المستخدم وكلمة المرور لاستخدامها من اجل تسجيل الدخول لحسابك لدينا مرحلة التسجيل متاح الى غاية 14 سبطوم 2024 يعني بعد ذلك سيتم اعلان النتائج في تاريخ 16 سبطوم 2024 هنا كلمة المستخدم وكلمة المرور يجب ان يحتوي على حروف وارقم يعني ما تحطش فراغات او رموز يعني حتى كلمة السر تقدر تتذكرها تكون سهلة تتذكرها بعد ذلك تقوم بالضغط على التسجيل نحظة ساقوم ب اضافة كلمة مرور بعدها كلمة السر و كلمة المرور نقوم بالضغط على التسجيل بعد ذلك نضغط على متابعة وبعد ذلك هذه المرحلة سيتم انشاء الموقع بالتوفيق لجميع المترشيحين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته